أكد وزير الخارجية سامح شكري الرئيس المعين للدورة السبع والعشرين لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ أهمية التركيز على القيام بخطوات أسرع في مجال مواجهة تغير المناخ وتنفيذ الالتزامات الدولية في هذا الصدد من خلال مشروعات ملموسة أشار وزير الخارجية خلال كلمتي أمام مائدة مستديرة بعنوان المنتدى الإقليمي الأفريقي حول مبادرات المناخ إلى تحديات الدولية الجارية والتي تتطلب تحركا جماعيا يدعم الأجندة الدولية في مجال تغير المناخ وتعد المائدة المستديرة التي نظمتها الرئاسة المصرية للمؤتمر واحدة من خمس موائد إقليمية تحضيرية في هذا الإطار وتمت بتنصيق مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا في أديسا بابا وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لانعقاد المؤتمر في نوفمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ ترجمة نانسي قنقر